اشتركوا في القناة ويمكنوا من عام ويمكنوا ليست علاقة ذاته فعندما اظنوا في القناة وعندما اظنوا في القناة لآخر في الناس ويبطوهم بأصدقاء ويبطوهم كثيرا ويبطوهم في قناة قانون الجذب ويجبوني كل الأشياء التي أريدها السيارة والوظيفة واللحظة وكل الأشياء اللي بديها. بس بعد أسبوع عطيهم أسبوع أو أسبوعين بصفنوا بقولك طب ما عم تزبط مش عارفين سوي شو هالحكي الفاضي هذا كان فيلم هوليوود طلع خرافي فأنا اليوم حاب أحكي عن الموضوع أعلم الناس شو هو بالزبط وبنفس الوقت كيف بقدروا يطبقوه بحياتهم العملية عشانه فعلا اشي موجود. يعني انتي متأكدة انه موجود. مية بالمية. طب كيف منطبقه. قبل عطيك أمثلة من حياتنا العملية فيه السلايد الأول إذا بتحب تشوفوه بقولك انه حياتنا اليومية نحنا دائما منحس فيه أو بتصير معنا قانون جذب بس ما منعرف انه فعلا هاد هو قانون جذب لما بتحكي مع صاحبتك أو بترن عليك وبتقولي هلا كنت رح أحكي معك. هذا قانون جذب. جزء منه. جزء منه أو لما بتروحي على محل بدك تشتري بلوزة أو اشي تكوني مش بتأكدة قديش معك مصاري بتفتحي شانتك بتلاقي بالزبط المبلغ اللي هو مطلوب عشان القطعة. فيه فرضا الصدفة الحظ التوافق التزامن اللي بتقولي اف كنت بالمحل الصح بالوقت الصح هذا كله قانون جذب بس الناس بتعطيها أسماء مختلفة زي الصدفة زي الحظ زي التوافق والتزامن. منرمزها كل إشي منرمز إلى إشي إحنا بالنا متذكرين. الأشياء اللي بتعودة عليه بس هي فيش إشي اسمه صدفة. هذا إشي إنتي جذبتي لحالك بتفكيرك وهلا بشرح لك بتفاصيل شوي أكدر. حلو يعني هلأ ممكن أنا أحط مثلا بالي شي معين وركز عليه بقدر أحصل عليه. هلأ على السلايد اللي اللي بعده تسألتيني هلأ شو هو قانون الجذب. قانون الجذب تعريفه إن أنا بجذب لحياتي كل شي بعطيه ثلاث شغلات. اهتمامي تركيزي وطاقتي بس دوقف هون عشان اللي بصير إنه الناس هون تنبسط. والخلص هي هيك بس إذا بعطي شغلة طاقة واهتمام وتركيز رح أجذبه. الجواب اه بس في شغلتين لازم ناس يركز عليه إذا منكمل التعريف اللي هو سواء إيجابي أو سلبي. فإذا عم تعطي طاقتك وتركيزك وتفكيرك وكل هاي الشغلات لأشياء إيجابية. قانون الجذب رح يستجيب ويعطيك الأشياء الإيجابية اللي بدك إيها. وبنفس الوقت للسلبية. يعني بنحكي سلبي إنه إذا بكون منكدة وخلص أجت أجت ما أجت وهيك يعني. الشعور السلبي. الشعور السلبي. هلأ لما أجيت آخر مرة حكينا عن الطاقة. فبدي أخذها اليوم شوي لمستوى أعلى شوي. اللي هو نحنا هلأ البني آدمين في حوالينا هالة. أو زي حق الكهرومغناطيسي. اللي هي كلها أو الطاقة اللي حكينا فيها. هلأ هاي الهالة اللي حوالينا فيها ذبذبات أو بيسموها. الإنسان فيه نوعين من الفيبرات. ما في غيرها. بدأ بسطها اللي هي الإيجابية والسلبية. ما في غيرها. فإذا الهالة تبعتك أو الحق الكهرومغناطيسي تبعك إيجابي. القانون الجذب رح يعني يتلقم معها. ويجذب لك كل الأشياء اللي أنت عم تعطيها طاقتك. اللي هي الطاقة اللي عم تطلع من الهالة تبعتك. أو إذا كانت سلبية طبعا رح تجذبي الأشياء السلبية. اللي طبعا بدنا أشيئها. نعم. هلأ عم نشوف قدامنا كمان سلايد. الدبذبات. الدبذبات. هلأ الدبذبات تقدر تكون المشاعر. اللي الناس بيقولك طب أنا ما بعرف إيش الدبذبات اللي عم تطلع مني. هي بالضبط المشاعر اللي عم تحسيها بهذه اللحظة. مش اللي حستيها مبارح ولا أول مبارح. باللحظة هاي. أو قانون الجذب داما بستجيب للي عم تطلعي هلأ. أو المشاعر اللي عم تحسيها باللحظة هاي. ففي أمثلة يعني السلبية اللي هو اللي بيكون التعصيب أو الحلم أو السعادة المرادف طبعتها طبعا السلبية اللي هو الحزن. ولكل شعور سلبي فيه شعور إيجابي. فنحن بنحاول اليوم نكون إيجابيين أكثر من إنه سلبيين. يعني الكراهية هي محبة بالكراهية. الكراهية اللي هي مرادفها المحبة. والسعادة مرادفة للحزن. فكر فيهم. وإيسي. وإيسي على حياتنا. هلأ في ناس كتير بيحكولك طب أنا إيجابية حسب علمي. أو إنه محبوبة كتير منيحة صحباتي بيحبوني منيحة بشغلي. بس بيضلني أجذب شغلات سلبية. إيش المشكلة. هون بيجي تطبيق قانون الجذب اللي هو بالفيلم اللي بنحضره. ما بيعلمك كيف الطبيب. بقولك إيش هو إنه في إشي أسمك قانون الجذب. بس ما بقولك كيف الطبيب. فالليوم بدي أجيب صيرة إيش كتير مهم. اللي الناس شوي بدهم يسيطروا على حالهم فيها. اللي هي الكلمات اللي بنستعملها. هلأ الكلمات اللي بنستعملها. هي كتير عم بتأثر على أفكارنا. وعم بتأثر على مشاعرنا. اللي هي عم بتأثر على الذبذبات اللي موجودة بالهالة تبعتنا. فالكلمات اللي بننبعدها. يعني بدأ أحكي للمشاهدين كلهم قد ما بيقدروا. بنبعدوها. اللي هن لا ولن. اللي هي لن لا أستطيع. لن أنجح. لا أقدر. لا أعرف. اللي هي بالعامية لنا. ما. ما بقدر. ما بعرف. ما بزبط. ما رح يصير. كل هذه الشغلات بدنا نحاول لنقيمها. هاي اللي بتسوي. الكلمات اللي عم نستعملها. عم تنتج عنها أفكار سلبية. اللي عم تنتج عنها مشاعر سلبية. اللي عم تنتج عنها الذبذبات السلبية. فبنا نحاول إنه ما نستعمل هاي الكلمات. اللي عم تنتج عنها. بس هيك فيه مثال زغيض أعطيكي. يا مرات كوني قعدة بمحل بيجي شخص. بس يطلع بتقولي. شو أخد مني. يعني شو أعطاني. أعطاني نيجاتف انرجي. يعني طاقة سلبية. وحقيقة بتحسيها بأشخاص معينين. زي ما حكيت لك آخر مرة. في عنا نحنا مستويات بجسمنا محسوسة. بس مش ملموسة. فهاي الفيبراشنز منحسها. أوكي ما منشوفها بس منحسها. وزي ما حكيتي هلأ المثال. لما بتشوفي ناس كلنا عنا. يعني للأسف الصاحبة أو الصديق. اللي أول ما يرن تليفونك. تطلع على التليفون تقولي. مع أنهم ممناح. يعني إنه مش مؤذيين أو مش. بس فيه إشي خلص. أول ما تشوفي رقمهم. رغم عالبك. كلنا عنا إياها هاي. حتى لو أنهم ممناح. فاللي بيصير اللي الناس ما بيفهموا. إنه بقولوا هاي هدتني. أو أخذت من طاقتي. أو حست حالي تعبت بعد ما حكيت معها. اللي عم بيصير هون. أنت عم تعطيها طاقتك. أنت عم تسمحي لها تأخذ الطاقة تبعتك. لما الواحد يكون عنده وعي على الأنرجي تبعه. بيصير عنده نوع من التملك. يعني لو هلأ أخذت هاي الكاسة. وضلتني طالعة. طب هاي الكاسة مش إلك. ما بيصير تاخديها. نفس الشي للطاقة تبعت الناس. ما بيصير تاخديها. أو أنا مش مفروض أسمح لك تاخدي طاقتي. كيف بخليهاش تاخد طاقتي؟ فيه شغلتين بتصير. الزبضبات اللي بتصير بين تينين. زي ما حكيتي. فيه ناس أول ما تشوف فيهم. ترتحي لهم. تحكي معهم بساعة وبالساعتين. تقول لي. كأني بعرفهم من زمان. كأني بعرفهم من زمان. وفيه ناس. خلص. مش سيطرهم عليك. ما فيه توافق بناتهم. هني مش عم بأخذوا. انت عم تسمحي لهم يأخذ ضاقتك. فأعطيك يعني عشان عم نحكي على الزبضبات. تتخيلي لو انه أنا وياكي جهاز راديو. انتي ضبضباتك او الفريقونسي تبعتك تسعين. أنا سبعين. هلا مش مشين نحنا بالشارع حاطين تسعين سبعين. انه اوف ديالة تسعين وفلانة تسعين. يباي شو رح يتوافقوا. فمش موجودة. بس في عنا اشي اللي هي مشاعرنا. هلا نحنا كنباني قادمين عنا هاي المشاعر. غير عن اي اشي تاني. اللي هي المفتاح. انه طب. ايش عم بحس هلا. اذا اشي سلبي. في عندك خيارين بالشخص هذا اللي قدامك. اللي عم بدايئك او عم باخد من الانيرجي تبعتك. يا بتبعديهم. خلاص اكس. مش اكس. او فيه بطريقة اللطيف. ممكن تقولينها. احكيني بكرة. بكون انا مودي احسن. مخفف منها او. بتخفي في منها. بتبعدي عنها. او بتحاولي ترفعيها. لطاقتك اللي. تقدري. تقدري. بالحكي يعني هلا. لما بتسألي ناس. بكونوا منكدين. ونحن شاطرين كتير بالتذمر. والدراما نحن تماما. بالدراما نحن نكيف عليها. شنك نكيفين بالأودو. نحن نكيفين بالدراما ايك. مع الضيين. فاللي بصير انه تتعرق. تشوفي ناس. مالك. ما بدي هذا الشغل. ما بدي هالعلاقة. ما بدي. بظل يحكولك الاشياء اللي ما بديهم اياهم. ما بدي ما بدي ما بدي. اللي هي اللي حكينا ننبعدها. اللا واللن. والاشياء النكاتب. بس وقفيهم دقيقة. سألهم سؤال واحد. ايش بدكم. اللحظة اللي بتسألهم ايش بدكم. وقفوا شوي. وقفوا شوي. هنا حتى بصير يسألوا حالهم عن جد ايش بدي. بدال اوكي ما بديك هذا الشغل. احكي لي ايش الشغل اللي بدي يا. ما بديك هذا العلاقة. هاي الوضع معين. احكي لي ايش اللي بديك يا. اول ما الواحد يصير يحكي. بالبوزوتيف. بالإيجابية. بطريقة إيجابية. أوتوماتيك لي. تفكيره رح يصير يتغير. مشاعر رح تتغير. الذبذبات اللي حوالي رح تتغير. اللي هو عم بستجيب له قانون الجذب. فالكلمات كتير. كان فيه سلايد خلينا نشوفه. المعتقدات اللي تحد الإنسان. المعتقدات اللي تحد الإنسان. هلأ قبلها كان فيه كمان سلايد إذا نرجع له. ماذا أريد. ماذا أريد. هلأ لما الواحد بيحكي. لما بتسألي حالك ماذا أريد. فيه ثلاث خطوات. عشان تخلي قانون جذب يستجيب لك. أول واحدة إنك تحددي بالضبط. شو اللي بدك يا. وهاي يعني هاي لحالها بقدر أعمل حلقة كاملة عليها. إنك ما تطلق تنطي من شغلة لشغلة. إنه بدي سيارة. بدي هاي السيارة. لا بدي هاي السيارة. لا بدي هاي السيارة. لا بدي هاي حمراء. لا بدي هاي خضراء. بدك تحددي بالضبط اللي بدك يا. عشان القانون الجذب ومخنا بيشتغلوا بنفس الطريقة. كيف يعني لو هلأ بحكي لك ديالا ما تفكري بتفاحها. شو صار؟ شو صرت أفكر. صرت أفكري بتفاحها. مع أني قلتلك ما تفكري بتفاحها. فالمخ وقانون الجذب بس بسمع اللي انتي عم بتركز عليه اللي عم تطيه اهتمامك وطاقتك وتركيزك. فلازم أحكي لك أنا بدل ما أحكي لك إيش ما تفكري. بدي أحكي لك بإيش تفكري اللي هو المطلوب. طيب أنا عندي فكرة. أيوه. معناته هيك لازم. تفتح مشروع. لا. الله فكرة راح تعجبك وتعجب كل الشعب الأردني. منقول ارفعوا سعر البنزين. غلوا الكهرباء. غلوا الماء. ونركز كلنا على هالقصاص هاي. كلنا على الغلا. شو رأيك؟ تصبط. والله إذا الكل ركز عليها ممكن تصبط. طبعا. حلو. طبعا. هذا نداء عاجل. إنه نوطي. لا. إنه نركز كلنا ونقول. لا ترفعوا. لا ترفعوا. لا ترفعوا. هناك تفكير عندك تفكير فردي. اللي هو الانديفجول. هناك تفكير جماعي. بعدين هناك تفكير على مستوى كتير اللي هو عالمي بيكون. فلما كل العالم عم بتفكر بنفس الطريقة. طبيعي بيصير في تغيرات. يعني أفوت بشغلة. إذا نفوت بالسياسة شوي على السريع. بدك تفوت على السريع. طيح نفوت بس نأخذ السلايد أول. يلا. الرجل العظيم. هذه من كلمات كونفيوشيس. يكون مطمئنا. ويتحرر من القلاق بينما الرجل ضيق الأفق. فعادة ما يكون متوترا. ما يكون متوترا. قبل هذه الخطوة الثانية. أنه بعد ما تحددي بالضبط. شو اللي بدك تعطيه اهتمام وتركيز. وطاقة. الخطوة الثالثة. اللي هي التلقي. أنك هلأ الوقت إجا أنك ترتاحي. أنه اللي أنا بدي إياه رح يجي. وهي هاي أصعب مرحلة. عشان دائما في الصوت هذا اللي براسنا. اللي بيضل يحكي لنا. إنه لا ما بتقدري. لا ما بيزبط. لا ما بيصير. فالتلقي اللي هي مرحلة إنك خلاص ترتاحي نفسيا. وترتاحي إنه رح يجي. رح يجي. يعني بنحكي إنه الناس ما تكون متشائمة. الناس تحط التفاؤل قدامها وتسعى له. طبعا. وفي عنا بقولوا اسعى يا عبدي وأنا بسعى معاك. بالضبط. بالضبط. يعني لازم إنه ما نتكل على الأشياء. وإنك تتوكل وإنك ترتاحي إنه اللي أنت سعيت له. رح يجي. فهي اللي بيصير هون برحلة التلقي. إنه الناس بتخاف إنه بتقول. طب بركي ما تصير. طب عمرها ما صارت. بصير النغاتف مرة تانية. يسيطر على الأنجي تبعك. وقانون الجذب عايش ديرود. ديرود عالذبذبات اللي عم بتطلعيها. اللي هي سلبية. وهذا اللي ما بتنيه. يعني كل اللي اللي تحكي بدور بأشياء قديمة وموجودة كانت. زي هدول عقل وتوكل وإسعى ويعبدي. وبعدين نرجع من قول المثل اللي. مش نسيته. هذا جزء من اللي. بأنه كل هاتها أشياء قديمة. موجودة كانت. بس هلأ سووها وطوروها وحسنوها وصارت علم. صارت علم. مش حفوت لك بالفيزيا عشاني بعرف من الأصل تحبيش الفيزيا. بس هي باسيكلي المبدأ تبعها اللي هي الكوانتوم فيزيكس. اللي بيقول لك إنه المادة إلها شكلين. واحدة اللي هي السولد اللي هي البارتكلز اللي هي خلص صلبة. والشكل الثاني تبعتها اللي هي أمواج. فزي الصوت. زي السمع. زي الأفكار. هلأ إذا بتروحي أي حدا طبعا بعيد الشار بفوت المستشفى. بقدر يقيس أمواج الأفكار. طب هاي شغلة صارت ملموسة. بطلت إشي إنه منحس فيه. ففي المادة إلها أشكال صلبة. وإلها أشكال على أمواج. نانسي أكيد نحنا شي هيك أسبوع عشر تيام نرجع نستضيفك. ونحكي لازم نزرع الأمل والتفائل. إن شاء الله. في نفوس الناس كلها لأنه بقولوا تفائلوا بالخير. هينذكرتها. تفائلوا بالخير يتجدوا. تجدوا. فإنه دائما نتفائل إلا نلاقيه. أكيد. إذا تفائلنا يعني دائما كنا متشائمين برضو رح تضل كل شيء قدامنا بسكر. ونبطل التذمر طبعنا للأسف اللي موجود. ونركز على الكلمات اللي بنستعمل. إذا استعملنا الكلمات الإيجابية مع التدريب مع الوقت. بتصير عادي عندنا أن نستعمل الكلمات الإيجابية. ويمكن إذا كررنا ظهورك معنا. إن شاء الله. ونزرع الأمل في نفس الناس. ممكن تتحسن الأمور. إن شاء الله. ترجمة نانسي قنقر